نجاجاً على النقص المهويل في عدد الأساتيدة بكلية الطيب والصيدلة بمدينة الضربدة الأساتيدة دي الكلية الطيب قروا بشي قاطعوا الامتحانات يعني الأسدوس التاني ولكن مع المخرجة دي الاجتماع اللي جريناه إحنا كمكسف محلي جريناه مع السيد وزير الطربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بحضور السيد الكاتب العام دي الوزارة الصحة وبحضور كذلك السيد رئيس الجامعة والسيد عامد كلية الطيب والصيدة رب مدينة الضربدة فكان هذا الاجتماع اللي كان 9 ماي يعني يوم الأربعاء الماضي 9 ماي كان وسط أجواء إيجابية وكان تفهم دي الجامعة وكان الهدف هو إنقاذ السنة باش ما تكونش عن ناس سنة بيضاء إذن المخرجة دي الاجتماع كان أنه الوزارتين يعني وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة يعني كان واحد للتزام الآن بفتح 85 منصب دي الأساتيدة المساعدين هذة 85 منصب مزعى على الشكل الآتي يعني غتكون 20 منصب منصب في 2018 20 منصب في 2019 25 منصب في 2020 و20 منصب في 2021 بالإضافة بأنه هذة البوست يعني المناصب ال85 غتكون دي بوست فليشي يعني غتكون موجهة مباشرة إلى كلية الطيب والصيدرة بالضانوضة بدون أن تمر عبر الجامعة وكذلك في الاتفاق بأنه وزارة الصحة تتعهد يعني بأنه تعطي الوطوريزازيون الجامع لمسا لي غير غبوا إن شاء الله في اجتياز مباريات لكونكور دي الأساتيدة المساعدين إذن هذه خلاصة دي الاجتماع دي التسعود ماي على إطري إحنا كأساتيدة دي كلية الطيب والصيدرة بالمدينة الضربية عقدنا واحد للجامع العام يعني إستنائي يعني الجمعة 11 ماي وقررنا يعني بواحد نسبة لهي الأغلبية قررنا بأنه إنهاء هذا المقاطعة يعني دي الامتحانات إبداءا منها الحسنية رغم بأنه كان نقتنعي بأن هاد الاببوست هم مهمين ولكنهم غير كافيين باش يحلوا المشكل بواحد نسبة دي الـ 100% لأن تقريبا قد نقولوا بأنه الإشكال سيحل بواحد نسبة دي الـ 50% ولكن إبداءا منها الحسنية ومراعة المصلحة الطلبة قررنا بأنه إنهاء المقاطعة اللي إن شاء الله غتكون البداية دي الامتحانات إذن غتكون يوم الجمعة يعني 18 ماي وبالتالي إحنا ملتازمين بهذا الاتفاق 85 منصب إن شاء الله يعني على مدد الأربع سنوات لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبرس